مع إصرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو على مواصلة الحرب في غزة حتى القضاء على حركة حماس وإنهاء تهديدها لإسرائيل وإخراج المحتجزين الإسرائيليين من قطاع غزة لتزال هناك أصوات في إسرائيل تعطي الأولوية لحياة الرهائل فقد اعتبر زعيم المعارضة يائر لابيد أن القضاء على حماس يتطلب إخراج المحتجزين من غزة أولاً أضاف أنه أبلغ نتنياهو بدعم أي اتفاق مهما كان مؤلماً وحتى لو كان الثمن وقف الحرب إذن حرب غزة الأهداف الإسرائيلية وقابلة التحقيق ملف نناقشه من القدس مع الكاتب والبحث السياسي إلي نيسان ومن حيفا الكاتب الصحفي يؤاف شتيراً مرحباً بكم ضيفي الكريمين سيد إلي نيسان أهلاً بك معنا الحرب في غزة في يومها المئة وسبعة هل تبين أن الضغط العسكري والعملية العسكرية المستمرة على قطاع غزة ليست الطريق الأفضل للوصول إلى ما تريده إسرائيل وهو تحرير الرهائن والقضاء على حماس أولاً كما تعلم أن في الاجتماع الذي تم اليوم بين وزير الدفاع جالانت وبين عائلات المخطوفين كشف النقاب عن أن إسرائيل على وشك الحصول أو الإنجاز لما وقف نصب أعين إسرائيل وهي أولاً العثور على يحيى سنوار وتحييد قيادته وتانياً الاقتراب إلى المخطوفين السؤال هو الكبير عندما يحيى سنوار يستغل المخطوفين كدرؤ بشرية طبعاً إذا استعدفت إسرائيل يحيى سنوار فيقوم يحيى سنوار ربما باستعداف المخطوفين كما كان في حينه مع قلعات شليد الذي تم وضع أبوات ناسفة من حوالي المكان ولكن كلامك سيد إلي نيسان عذراً على المقاطعة يدفعني كي أسأل هل إسرائيل تبحث عن يحيى السنوار أم تبحث عن إخراج الرهائن أم تبحث عن نصر هناك هدفان الهدف الأول هو إطلاق صراح المخطوفين هذا هو الهدف الأمثل الذي يقف نصب أعين الكابينيت الحرب في إسرائيل وبالمقابل تحييد القوة العسكرية لحركة حماس بحيث إذا طلبت حركة حماس كما سمعنا اليوم وقف إطلاق النار بشكل كامل وعطى ضمنات دولية ليحيى سنوار عن وقف إطلاق النار وإطلاق صراح السجناء الأمنيين في السجون الإسرائيلية بما في ذلك الذين اقترفوا عمليات القتل والحرق واختصاب في السابع من أكتوبر بمعنى إسرائيل لن تنجز شيء ولذلك الاقتراح الذي قدمه يحيى سنوار اليوم ربما بوساطة قطرية أو بوساطة مصرية هذا الاقتراح كما سمعتم من قبل رئيس الوزراء هذا الاقتراح تم رفضه بتاتا سأتي إلى هذه النقطة في الوقت الحاضر وقف إطلاق النار هي على اشتعداد سأتي إلى هذه النقطة سيد إلي ولكن دعني أسمع رأي الأستاذ يواغ أستاذ يواغ ما رأيك كان هناك إعلان من قبل إسرائيل أيضا أن هناك رهينة أخرى إسرائيلية أو محتجز إسرائيلي آخر قتل في غزة بينما تبدو إسرائيل بعيدة عن تحقيق أهدافها في الشهر الرابع من هذه الحرب المدمرة على قطاع غزة حتى الولايات المتحدة باتت محرجة أمام الرأي العام الدولي من دعمها لإسرائيل بالنظر إلى عدد الضحايا الكبير في قطاع غزة من المدنيين وإسرائيل ما تزال غير قادرة على بلوغ أهدافها من هذه الحرب بتحرير الرهائن والقضاء على حركة حماس كما قالت فهل برأيك ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية هو الصحيح؟ الحكومة الإسرائيلية لا تقوم بصحيح لأن رئيس الحكومة بنيمين التنياو عنده تضارب في المسالح هو يريد إطالة أمد الحرب لأنه يرى أن مستقبله السياسي له صيلة مباشرة بالحرب ومجريات الحرب هذا إذا تم الإعلان عن نهاية الحرب بدون الوصول إلى الأهداف المجوعة التي ذكرها صديقي إيلي من الكدس سيكون إثبات آخر لمن يريد إثباتات أننا بحاجة إلى قائد جديد سيئر رئيس وزراء جديد ولهذا سبب نتنياو لديه مسلحة مرحومة ضمن بإطالة أمد الحرب حتى لو الحرب هي أكل حدة ونرى ما يحدث الآن تم انسحاب بعض القوات من مناطق واسعة في شمال القطاع ووسط القطاع ومن نفس المناطق عادت عناصر حماس لتحارب الجنود الذين باقيوا هناك وإطلاق السواريخ من هذه المناطق هذا يعني أن إسرائيل فشلت حتى الآن حتى بتطهير المناطق التي قامت بتطهيرها وهذا أيضا بداية لما قد نرى في المستقبل إذا ما بقيت إسرائيل في هذه المناطق فلتلخص ما قلته أعتقد أنه نعم الآن إسرائيل بحاجة إلى صفقة جديدة سيكون باهر ويجب السعي نحو إذا ما قاله جلنت أن يوم رد سنصل إلى سنوار بشكل تحديدي ونقتله وبعد ذلك سيصبح كل أعناسر حماس سهيونيين ويقوموا بإفراج الأصل فأنا معه ولكن أعتقد أن هذا لن يحدث ممتاز سيد إلي نيسان هذه النقطة التي كنت تتحدث عنها السيد يؤاف من حيفا يقول لك بأن المنطقي أن تقبل الحكومة الإسرائيلية الآن بإخراج كل الرهائن الإسرائيليين لأن حماس عرضت ذلك مقابل الصفقة التي نعلمها جميعا إخراج الأصل الفلسطينيين وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة إنما نتنياهو يبحث عن مصلحته الشخصية فقط هو لا يبالي بحياة الرهائن الإسرائيليين ولا الضغط الداخلي ولا الخارجي ما رأيك؟ أنا أقول لصديقي يؤاف بالعرب العمية تعال نترك نتنياهو لأن نتنياهو فعلا هو رئيس الوزراء أما من يدير الحرب هو ليس نتنياهو صحيح أن نتنياهو له تأثير على مجرية الأمور ولكن من يتمسك بموقف أن على إسرائيل أن تواصل الحرب وأنا أقول لك لعدة أسباب لماذا؟ على إسرائيل أن تواصل الحرب ضد حركة حماس أنا أقول لك أشرح لك بهذا الموضوع أنا أقول لزميلي يؤاف تعال نترك نتنياهو على الطرف نتنياهو ليس للمشكلة ولذلك من يقرر هو مجلس الحرب وهناك رئيس أركان جيش الدفاع وهناك وزير الدفاع الذين يريدان مواصلة الحرب في قطاع غزة يحجى سنوار لا يريد اليوم غير مهتم بالإفراج عن السجناء هو مهتم بمصيره الشخصي ومصير محمد ضيف الكل يعلم والدول العربية عامة الدول العربية المعتدلة هي في حالة انتظار بشكل فارغ للقضاء على حركة حماس حركة حماس هي ليس فقط الأعدو لدولة إسرائيل حركة حماس هي الإخوان المسلمين والإخوان المسلمين هم موجودين في مصر الإخوان المسلمين موجودين في الأردن وهم لا يشكلون فقط تهديد على إسرائيل طيب ولكن على الدول العربية المعتدلة حتى الدول هذه أكمل 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 وإذا إسرائيل حدثني عن إسرائيل أكمل الجملة فقط اسمح لي سيد إلي حتى هذه الدول لو عندها مشكلة مع حماس ولكن هي تريد مصلحة الفلسطينيين المدنيين الفلسطينيين الذين يقتلون 25 ألف فلسطينيين ما يزالون يقتلون تقول أن المشكلة ليست في نتانياهو ولكن حتى في حكومة الحرب هناك معارضة لنتانياهو إزن كوت نفسه هو يتحدث عن وقف الحرب وإخراج الرهائن لماذا البحث عن السنوار أو القضاء على حماس هل تريد أن يكون ردع إسرائيلي لحركة حماس ولحزب الله هل تريد أن تتسحب من قطاع غزة وتعطي الضمانات لحركة حماس بأن إسرائيل تحترم يعني بمعنى تحترم وقف إطلاق النار بعد أربع خمس سنين يحيى سنوار يعيد تهقيل قواته ونحن نقف أمام الجولات التي رأيناها وشاهدناها قبل هذا الحرب كل ثلاثة أعوام جولة أخرى من إطلاق الصواريخ على إسرائيل هذا الأمر غير بمعنى أن إسرائيل وافقت على هذا الأمر سيد يوآف يريد أن يرد عليك لم يعود إلى منزله سيد يوآف تريد أن يرد على سيد إلي المشكلة ليست نتنياهو بل حكومة الحرب تريد أن تصل إلى أهدافها بأي ثمن حتى لا يتكرر 7 أكتوبر ما رأيك؟ إلي يقول إلي صديقي يقول دعنا نترك نتنياهو لأنه ليس هو الحال هناك ليس هو المشكلة حسب رأيه طبعا إيزن كوت خارج إلى الإعلام قبل أكم من يوم الأسبوع اللي فات وتحدث هلأ أيزن كوت رئيس الأركان السابق عضو في مجلس الحرب صحيح من فقد ابنه في هذه المعارك وهائل نيسان فجأة لا يترك أيزن كوت وإنما يتحدث وكأنه أيزن كوت معني بجولات إضافية من العنف ومعني بأن لا تكون هناك هيبة وغدع لإسرائيل أمام حزب الله أنا لا أفهم هذا الكلام هذا هو رئيس الأركان سابقا الزعيم وزير الآن ولو هناك خلافات أخرى سيد يؤاف صحيح هناك خلافات على أكثر من مستوى ولهذا سبب الموضوع الأساسي والجوهري هو تضارب المصالح مع هذه الشخصية التي أخذت السلطة هنا قبل عوام ولا تزال تلعب دور رئيس الوزراء بينما مساليحها متضاربة تماما نحن بحاجة إلى تبديل هذه الزعامة لأنه قررت نتنياو أولا نتنياو هو من قاد بنا إلى هذه الوضعية نتنياو من قاد بنا إلى هذه الوضعية وصلت فكرتك سيد يؤاف نتنياو من قام بتنبيج حماس نتنياو من هو المسؤول عن السابق من أكتوبر فأكيد هو المشكلة نتنياو هو المشكلة سيد إلي نيسان دعنا نتحدث عن نقطة أخرى حجة نتنياو أنه يرفض الصفقة لإنهاء الحرب وإخراج الرهائن الإسرائيليين وعقد هذه الصفقة بأن التهديد سيبقى مستمر هذا ما قلت من قبل حماس ولكن الإدارة الأمريكية تضغط على نتنياو من أجل الذهاب إلى تسوية أكبر حتى يكون هناك ضمان ألا يكون هناك جولات أخرى من التصعيد والمواجهة بين حماس وإسرائيل في غزة يعني هناك ضغط أمريكي لمقترح اليوم التالي للحرب أن يكون هناك تسوية مختلفة هذه المرة رغم ذلك نتنياو يرفض هذا المقترح فكيف يفهم هذا أليس هذا يبحث فقط عن مصلحته نتنياو يبحث عن مصلحته ولا يبالي بحياة الإسرائيليين ولا الفلسطينيين نعم لا لا أولا أنا أقول للأخ يؤاف أنت تعلم أنه أيضا هناك خلافات بين غانتس وبين أيزينكوت غانتس هو يميل أكثر إلى موقف رئيس أركان جيش الدفاع وهو أيضا كان وزير الدفاع وأيضا كان رئيس أركان جيش الدفاع ولذلك هناك خلافات في وجهات النظر حتى بين أيزينكوت وبين غانتس أنا أحد لا يريد أن يكون مكان أيزينكوت الذي فقد نجله في هذه الحرب ولكن قضية الزعامة ليست قضية نعم ونيتانياو أقول للأخ يؤاف قضية نتانياو ممكن بعد الحرب نتانياو سوف لن يكون رئيس وزراء ولن يكون رئيس حزب الليكوت ولكن ما الثمن سيد إلي هذا المشاة سيد إلي من فضلك من فضلك أكمل بس الجملة أكمل الجملة وصلت الفكرة رجاء أستاذ إلي بشكل مباشر أنا أريد رأيك المنطقي والصريح لا لا أنا مخلص بهذا الموضوع سيد إلي يعني الآن واضح أن الاستراتيجية الإسرائيلية التي تنتهجها لا توصلها إلى أهدافها لا هي قضية على حماس اليوم تقديرات مخابراتية أمريكية أنه من قتل تقديرات من الوستيج جورنال أنه 20 و 30% من مقاتلي حماس فقط الذين قتلوا في غزة والرهائن الإسرائيليين الرهائن الإسرائيليين لم يتم إخراجهم إلا عن طريق المفاوضات أليس من المنطق البحث عن طريق آخر مدام الطريق الأول هذا لم ينجح لا 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 أنا أريد أن أصحح تفضل أولا في حوزة حركة حماس كانت هناك 24 فرقة اليوم تم القضاء على 17 فرقة من قوة حركة حماس هناك سبعة فرق التي اليوم في هذا الأوان إسرائيل تعمل على تفكك هذه الفرق وإسرائيل تقترب رويدا رويدا إلى يحيى سنوار وإلى المخطوفين إذا أنا قلت قبل قليل أي حكومة تكون حتى إذا ليس بزعامة نيتانياو الذي يرى الأخ يؤاف أنه هو المشكلة في هذه القضية لأنه يريد مواصلة الحرب لأسباب شخصية لنقول أنه سيكون شخص آخر في الليكود الذي يترعس الليكود هل السؤال هو هو لا يدعم مواصلة الحرب ضد حركة حماس سؤال مهم التي تشكل تهديدا على إسرائيل وإذا لم تقضي إسرائيل على حركة حماس خلال هذه الفترة فنرى حروب خليني أسمع رأيي الأستاذ يؤاف سيد إلي سيد إلي عذرنا على المقاطع ولكن عمليا حضرتك تحدثت كثيرا أكثر من يؤاف خلينا نعطي له فرصة خلينا نعطي لسيد يؤاف كثيرا فرصة سيد يؤاف سؤال سيد إلي مهم جدا لو تم تبديل نيتانياو وجيء بشخصية أخرى من الليكود هل سيتم إخراج الرهائن وإيقاف الحرب في غزة؟ ليس لدي جواب على هذا السؤال الافتراضي ولكن أعتقد أننا بحاجة إلى زعيم التي ليس لديه مصالح متضربة وليس مصولة ما حدثها بشكل مباشر مثل نيتانياو الذي الآن معني بإطالة أمد الحرب وإذا ما وقف الحرب في غزة فلديه إمكانية لفتحة جبهة جديدة في لبنان نحن بحاجة إلى تفكير مختلف تماما وأنه حتى لو تم القضاء على حماس بشكل مطلق بعد خمس سنين وعشر سنرى حماس جديد في متى الغزة لماذا؟ لأن هذا فكر وليس هؤلاء الناس أنا لا أتضمن مع سنوار وليس مع ذيف وليس مع آخرين ولكن العلاقات مع الشعب الفلسطيني يجب أن تكونوا اختلفة تماما ونتانياو عقب في الطريق سيد يؤاف ذكرت أن هذا تفكير غير منطقي ما يقوم به نتانياو واضح الآن أنه غير منطقي لأن هناك المزيد من الرهائن الإسرائيليين يموتون في غزة ولا رهينا تخرج في ظل استمرار العملية العسكرية ما هو التفكير المنطقي وفق وجهة نظرك سيد يؤاف؟ التفكير المنطقي الآن هو وصول إلى صفقة شاملة التي لها أثمان باهظة لأنه ليس هناك أي بديل لهذه الصفقة إذا ما استمرت إسرائيل في الحرب لأكم من أسبوع أو أسبوعين هم يعتقدون أن الواقع سيتغير فأنا ليس لدي مانع من هذه النقطة لأنه أعتقد أن حماس حركة إرهابية ويجب محاربتها ولكن على المدى البعيد أعتقد أن الأمور يجب أن تكون مختلفة تماما ليس حبا لحماس وإنما رؤية استراتيجية واضحة أننا لا نستطيع أن نسيطر على شعب آخر اليوم هذا حماس ويوم غد سيكون حماس مجدد أو جهاد إسلامي أو حزب الله أو مسميات مختلفة الأهم هو أنه يجب أن يكون لنا حدود معترف فيها من كل الأطراف هذا ما يجب أن نسع إليه هذا ما نتنياهو لا يقبله وسمعنا ذلك باستمرار ونرى ذلك في عفعاله ونرى مواقف شركاته ونحن بحاجة إلى التفكير نعم مية بالمية بإتجاه الأمور سيد إليه تسمح لي أسألك سؤال لماذا تدافع عن نتنياهو إسمع أنا أنت خاطئ في سؤالك أنا لا أدافع عن نتنياهو لأنه كررت كذا مرة وتقول لها سيد يوآفن وخليك من نتنياهو أنا أكشف لك سير طيب وأنا أكشف سير أيضا ليوآف أنا لم أصوت إلى جانب نتنياهو ولا أنا ليس من دعاة اللي كود مصبوط تمام إذا هيك أنا لا أدافع عن نتنياهو ولا أدافع عن سياسة نتنياهو أنا أدافع عن سياسة الدولة أنا أقول ليوآف أنت تعلم تماما أن في الاستطلاع الذي يوآف شتيرين الذي نشر هذا المساء قبل ساعتين من يتمتع بأكبر شعبية هو بركات نير بركات وإذا حتى نير بركات هو من أكبر المنتقدين للتنازلات التي يقوم بها نتنياهو ونقطة ثانية أنا أقول هل السيد يؤاف أنت تريد الصفقة إطلاق الرهائن بالشروط التي وضعها هذا المساء يحيى سنوار بأن على إسرائيل تتعاهد بالانسحاب كاملا من قطاع غزة وأن يكون هناك ضمانات من قوى الدول الأوروبية بأن إسرائيل تنسحب من قطاع غزة ويتم إطلاق صراح حتى من الذين اقتصبوا وقتلوا وحرقوا من النخبة وطبعا إطلاق صراح كل السجناء الأبنيين وانت تعلم دماما نقطة مهمة ماذا حدث بعد إطلاق صراح بدل إطلاق صراح جلعة شاليت عندما إسرائيل أطلقت صراح أكثر من ألف من ألف جلعة شاليت أطلقت صراح أكثر من ألف من المخربين الذين كانوا أيادين ملطقة بدماء إسرائيليين أكم إسرائيلي تم قتلهم من قبل هؤلاء الذين تم إسرائيل ولماذا تم تشكيل لجنة بلئاسة جولد بيرغ القاضي في حكمة العدية وصلت الفكرة يا سيد إلي قال بالحرف الأول أنه ما كان أو ما تم الاتفاق عليه في جلعة شاليت لم يكن مشتقبلا ولذلك إسرائيلي إذا لم تكن تعيد الردع أو إسرائيلي أي إسرائيلي لم يكن مضمونا يكون في الخارج لأن حركة حماس أو حزب الله أو غير منظمة واضح 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 سيد إلي ثم يتم التفاوض على تفاوض على إطلاق صراحة الإسرائيليين هل يقاف يريد أن يتواجد ولكن سيد إلي يكونوا ماتوا يعني يكون تم القضاء عليهم أيضا ويتم التفاوض على كل غزة يعني إذا استمرت العملية العسكرية أكثر ما الذي يضمن أن هؤلاء الرهائن سيخرجون أحياء؟ ليس على قطاع غزة على حركة حماس ليس على قطاع غزة على حركة حماس بأسرها وعلى يحيى سنوار وعلى النخبة ليس على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وليس على تهجير السكان في قطاع غزة وليس على تجويع السكان في قطاع غزة ولذلك إسرائيلي وفقت على إطلاق المزيد من الإمتادات في قطاع غزة كيف ترد على سيد إلي؟ سيد إلي يكاشفك الليلة ويكاشف بأنه لا يدافع عن نتنياهو بل هو مع هذه السياسة باستمرار هذه الحرب على غزة حتى لا يتكرر ما حدث في السابع من أكتوبر ما رأيك؟ ما أقول لأيلي صديقي عزيزي نقطة تاني نقطة الأولى مسلحة الدولة التي أنت تهتم فيها هي الإطاحة بنتنياهو نحن بحاجة إلى زعيم جديد يا إلي هذا الزعيم هو من يحب أنا لا أريد نتنياهو أنا لا أريد نتنياهو طيب هو أسوأ رئيس وزراف وصلنا إلى هذه النقطة ليس أي زعيم آخر صحيح أنا موافق معك نقطة ثانية أقول لك أن هناك تناقض بأهداف الحرب لا تستطيع أن تكون بالإفراجة للمخطفين إلا بتفاوض مع حماس وإذا هناك تفاوض مع حماس هذا يتناقض وفكرة القداء الكامل على حماس فقسمها على مراحل أولا لديك دون دين أخلاقي لهؤلاء المخطفين التي أهملتهم الدولة بعدما يخرج أولاد عائلة بيباس والنساء التي تعرضنا لتحرّج جنسي وإتداد جنسي وإلى آخره وجنود ومستنين وأنت بعدها حر أن تقوم بالقضاء على حركة حماس كما تشاء نعم ولكن سيد يؤاف إذا ما حصل هذا وتم القبول بهذه الصفقة وهناك ما يرفضه أيضا نتنياهو حتى مسألة بعد انتهاء الحرب والتوصل إلى صفقة إقامة الدولة الفلسطينية أنت من مناصري إقامة هذه الدولة حتى لأن هذا الموضوع هو الذي سيضمن أمن إسرائيل وحتى لا تكون هناك هجمات جديدة مثل السابع من أكتوبر ولكن ما الذي يضمن ذلك موضوعيا حتى لو جرى استبدال نتنياهو وجرى الذهاب إلى هذا النهج هل برأيك يمكن أن يتحقق هذا لا شيء مضمون لا شيء مضمون في حياتنا فأنا أفهم من يقول أنه ما يمنع نفس الاعتداءات في ضفة غربية على مستوطنات وبلدات إسرائيلية في العمك الإسرائيلي من الضفة هو فقط تواجدنا هناك ولكن أنا أقول أننا واهمين إذا ما اعتقدنا أن هذا قابل حال قابل للحياة إلى الأبد لا نستطيع سيطرة على الشعب الآخر يجب علينا تقسيم هذه البلاد يجب علينا أن يكون لنا حدود واضحة معترف فيها مع جارنا الفلسطيني نحن بحاجة إلى حدود من الودية وتعاون أمني واقتصادي وتربوي وثقافي على كل المستويات إذا ما هناك إمكانية وهذه صفقة التي تطرح الآن من الولايات المتحدة والسعودية وكل الدول واضحة كعز نهار يعني ليس هناك أي بديل من هذا الحل وإذا كلما رفضنا هذا الحل سندفى ثمن بالدماء شكرا جزيلا لكم على هذا الحوار من حيف الكاتب الصحفي يؤف شتيرا ومن القدس الكاتب والباحث السياسي إلي نيسان شكرا لكم اشتركوا في القناة